السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه اجمعين ايها الاحب الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حديثنا اليوم عن الفطرة السليمة وكيف تتصفى بالمصائب والويلات الفطرة السليمة تساؤل هل هناك اصلا فطرة عند الانسان وهل هذه المصائب والشدائد التي تقع للعباد خصوصا منهم المؤمنون والمؤمنات هل لها من دور في تصفية هذه الفطرة وتنقيتها وجلائها هذا ما نريد الجواب عنه في حلقة هذا اليوم نحن ايها الاحباب الكرام حينما نولد نولد وربنا عز وجل خلق فينا فطرة سليمة تشهد بوجوده من غير دليل المولود الصغير لما يولد تجده يشهد بانه ان الله موجود وانه هو الخالق وان ذلك ليس له سبيل من الانحراف في العقيدة لكن النفوس هي التي تتقذر باقدار الشرك والانحرافات اما توحيد الله في النفوس فهو امر فطري بديهي القرآن الكريم يقول فاقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم فكل الناس حينما يولدون وهم اطفال صغار ربنا يخلق فيهم فطرة سليمة تشهد بوجود الله وتعرف الحق من الباطل والخير من الشر وفيها ميول للصدق وميول لفعل الخير لكن هناك من يعترب ويقول اذا كان هذا الامر حقيقيا فلماذا الناس عبدوا العبادات اخرى الهة انشت عبر العصور هناك من كان ملحدا لا يؤمن باي شي وهناك من صار مشركا وهناك من صار عنده اعراء وافكار ومعتقدات غريبة مخالفة لامر الفطرة لماذا الجواب هو ان الفطرة السليمة هي تخلق مع الانسان وربنا عز وجل يغرسها في قلب العبد المؤمن لما يولد ووصبي لكن الذي يقع هو ان الناس يبدأون في بعض التغييرات الانسان يتلقى افكار جديدة ويتلقى مجموعة كبيرة من الحقائق او من المغالطات اما من طرف الاباء واما من طرف الكتاب والمعلمين والباحثين فقد يجعلون غشاوة ما بين قلب العبد المؤمن وبين الحقائق هناك من عنده غشاوة لان المحيط الذي نشأ فيه والمعلمون والباحثون والمربون والذين يسارون على التنشئة غرسوا فيه افكار غريبة ووضعوا على قلبه وعلى بصره غشاوة من اجل ذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم معلم البشرية كان يقول كل مولود يولد على الفطرة فابواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه كل مولود غير كي يخرج من كرش من مطن امه يولد على الفطرة ما هي الفطرة هي العقيدة السليمة لكن ابواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه ولم يقل يسلمانه لماذا؟ لان الاسلام هو دين الفطرة الاسلام هو دين الفطرة ونحن باعتبارنا مسلمين وجب علينا ان نحمد الله كثيرا لان الله تعالى اكرمنا بدين الفطرة دون ان نبحث قد يقول القائل اذا تركنا الطفل من غير ان نؤثر في فطرته هل سوف يخرج موحدا عارفا بربه ام لا الطفل الصغير عنده مجموعة من المؤثرات اذا وجد في عائلة طيبة عائلة مؤمنة صادقة ره ينبت نبتة حسنة اذا كان في محيط عنده افكار ومعتقدات خاطئة والسلوكات منحرفة سوف يؤثرون عليه ولكن هناك ايضا اعداء لنا نحن بني البشر يؤثرون في نفوسنا هذا الكلام اقوله لماذا؟ لانني في الفترة الاخيرة التقيت مع بعض الامهات يبكون ويشتكون لان اولادهم الان في سن مراهقة كله عنده 16 عام كله 18 سنة كله 20 او اكتر من ذلك شعر بالضياء شعر بانه لا يجد الموصلة التي تأخذ به الى بر الامان قد تقول لك الام انا وباه احنا اسر طيبة اجدود تهم صلحاء ولكن هاد الولد هاد الشاب خجرنا تجي اخر هي الاسباب قد تكون ربما اساتنا ربما اصدقاء سوء ربما معارف يتلقاها عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي حسب بحثه حسب بحثه وتبحره لكن ايضا لا ننسى ان كل واحد مننا عنده شيطان كل واحد مننا له شيطان هذا الشيطان اخذ على نفسه العهد باضلال بني ادم وقد امر دريته كل صباح يقول انتشروا انتشروا كل واحد مننا عنده شيطانه الشيطان الاكبر لقد نجح في اغوائه ابيضة اذب عليه السلام لما قال فبعزتك لاغوينهم اجمعين الا عبادك المخلصين هذا كلام للابليس قصب الله بعزة الله وجلال الله لاغوينهم اجمعين الا عبادك المخلصين يعني عنده هدف في الحياة الهدف في الحياة ما هو هو العبادة الشيطان الهدف في الحياة هو اغواء العباد والصلحة بعزتك لاغوينهم اجمعين الا عبادك المخلصين الله عز وجل لا اعطى للشيطان القدرة على انه يصل إلى قلب الإنسان أنت أيها الإنسان ولو تكون متقف تقول لي عندي دكتورة في الفلسفة دكتورة في القانون الدولي دكتورة في الاقتصاد السياسي دكتورة في الطب وفي الهندسة لا يهم أنت بشر سواء كنت دارس أو كنت عامي كلنا سواء لقد أعطى الله تعالى الشيطان القدرة على أن يصل إلى قلب الإنسان لماذا ليعبت في فطرته السلمة إنه يلج إلى قلوب الناس ليعبت وقد جاء في الحديث الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم هذا الكلام قال النبي الكريم لما كان مع زوجته بالليل خرج ليقضي حاجة شفوا جز الصحابة ويقولوا آه النبي مع امرأة كثير يقع هذا الأمر إنسان مع زوجته أو مع أخته أو ربما مع امرأة لا تقربه ربما لمصنح من المصالح قد يراه بعض الناس ويضنون به السوء هذا وقع للنبي الكريم كان مع زوجته صفية خرجت بالليل لقضاء حاجة وكان الطريق مظلم فرآه بعض الصحابة قالوا آه هذا النبي يسير في الليل مع امرأة فالنبي الكريم قال على رسلكم توقف هذه صفية من تحويي وإني أقول هذا الكلام لماذا لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم وإني خشيت أن يقذف في قلوبك ما شرعاً را كل واحد منا عنده شيطانه كي لعب له بالفطرة دياله وكي حاول ما أمكن أنه يغريه بالأمور المحرمة ربنا عز وجل وصف هذا الشيطان بأنه قوي وبأنه يوسويس وطالما من الاستعادة منه لما قال يوسويس في صدور الناس يوسويس في صدور الناس لهذا معظم الأمراض النفسية التي هي في مجتمعنا اليوم رأى تقريباً أكثر من 70% الناس لكي تشكوا بأنه عندهم أمراض نفسية هما في الأصل عندهم وساويس شيطانية وربنا قال لنا استعيد منه الذي يوسويس في صدور الناس لهذا قال ربنا عز وجل قل أعود برب الناس ملك الناس إله الناس ثلاث مرات رب الناس رب رب الناس ملك الناس ملك ملك الناس إله الناس إله ثلاث ثلاث مرات ربنا يكرر الربوبية والملك والألوهية قل أعود برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجدة والناس لنا لدي إخل الإثان كغير الفطرة دي؟ ويشك في وجود الله او يعتقد بان الله موجود لكنه لا يتدخل في شؤون الناس او يظن بان الله اذا تدخل يظلم ويعطيهم اقدار فيها مساوئ وفيها اضرار وهكذا هي الشياطين تقوم بدور كبير في افساد الفطرة قال ربنا عز وجل بان هذا الامر هو لكل البشر قال اني خلقت عبادي حنفاء كلهم وانما اتتهم الشياطين فاشتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما احللت لهم وامرتهم ان يشركوا بي ما لم انزل به سلطانا هذا التقرير من الله سبحانه وتعالى في هذا الحديث القدسي ان ربنا عز وجل خلق الناس كلهم على الفطرة السليمة خلقهم مستقيمين منذ ان تخرج من بطن امك فانت مستقيم لكن بالاضافة الى المؤثيرات التي سبق ذكرها المحيط للعائلة المؤثرين التربويين الذين يعملون على التنشئة الاجتماعية التقافة السائدة وسائل الاعلام هذه كلها تلعب واحد دور اما في البناء واما في الهدم اما في الجمعي واما في التفريقي اما في الاصلاحي واما في الافسادي لكن بالاضافة الى هذه المكونات كل واحد منا عنده شيطانه يعبت به وعليك ان تتخلص من هذا الشيطان ثم بالاضافة الى ذلك هناك القارين القارين كل واحد منا عنده قارين للجن يأمره في الغالب يأمره بالشر ويحطه عليه الا اذا كان مؤمنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم سؤل يا رسول الله انت هل لك قارين قال اي نعم اذا ايضا نبي وعندي قارين لكن الله تعالى هذاه للخير فلا يأمرني الا بالخير في الغالب هذا القارين يدعو بالشر كما قال في ربنا عز وجل قال قارينه ربنا ما اطغيته ولكن كان في ظلال بعيد هذا في سورة قاف كيحكي ربنا عز وجل يوم القيامة يبدأ البراءة البعض يتبرع من الاخر الناس كيخافوا كي القول الاعذار يتبرع من عمله كي القدر واحد العمل سيء شارب الخمر وتعطل الفساد واكل امول الناس بالباطل وضلما للضعفاء وعدوا اخلف اداد كبيرة من المصائب وترك الصلاة وفعل وفعل فيمحط عن التبر يقول انا بري شكول السبب يقول ماشي انا ارى القارين لي فالقارين توكي دفع امام الله قال قارينه ربنا ما اطغيته ولكن كان في ضلال بعيد راه هو اللي في ضلال انا غير اعطيته شوية الاغراء هو اتبعني فكل واحد منا ايها الاحباء الكرام احنا مشرفة مدة ديانا احنا كانت تولدوا سليمين كانت تولدوا بالنفس الطاهرة بالفطرة السليمة هالفطرة السليمة ربنا ارادها ان تبقى هكذا ومن حكمته المالغة جعل اشياء تؤثر في الفطرة اشنا هي اللولة هو المحيط ديانا المحيط انت وظهرك تقدر ربي عز وجل يوضعك في واحد المحيط مؤمن ابواك صالحان الوسط العائل صالح انت هتعود صالح هتبقى مستمر في الصلاح في الغالب وإلا لك حظك يوضعك الله في واحد العائلة ربما لا تفقاه شيئا في الدين فاقدا للموصلة عندها الدين غريب تتعالى عن التعاليم الدينية كالي يتعالى كي يظن نفسه انه افقه من القرآن كين يما التقينا ببعض الاشخاص كتلقى في عزة وكبرياء انه لا يتواضع انه يسمع القرآن وكين لله استرنا ويستركم مبتلى من محرمات فهذا الانسان الفطرة السليمة ديالو قد تتأثر بالمحيط لكن كين كذلك مؤثرة اخرى من غير المحيط لهو كل واحد مننا عنده شيطانه وكل واحد مننا عنده قارينه شيطانك في الغالب هو دائما يعمل على السوء والقارين الهده الله تعالى رغضي ساعدك على الخير لكن توفي الغالب يأمر بالشرح هنا ربنا سبحانه وتعالى يتدخل الله تعالى الرحمن الرحيم يتدخل باش يحمي لنا هاد الفطرة السليمة باش يحميها راك يحميها لنا الله تعالى بالمصائب والويلات والشدائد والقروب هذا السؤال كبير كل واحد فينا ربما يقول علاش انا مقصود علاش انا يا ديما كتبن فيه العلامة مصيبة ورا مصيبة ويلات ورا ويلات شدائد ورا شدائد امراض الفقر والوضعية متأزمة علاش هاد مصائب رب عز وجل كي نزلها باش تصفي لنا جوهر الفطرة هاد الفطرة بني كتأثر بالمؤثرة الخارجية وكتأثر بفعل الشياطين وبيع فعل القرين الله سبحانه وتعالى كي بيصفي لنا هاد العاقيدة وهاد الفطرة كي صفت لنا هاد المصائب والويلات مش طهر لاش لان كثيرا ما تنكشف الحجوب عن الفطرة فتزول عن الغشاوة التي رادت عليها ربنا سبحانه وتعالى كي اخبرنا كم من واحد كان ربما كان ضال او كان ملحد وكان يكره الدين وكان ينتقد المسلمين ولكن ربنا ارد به خير فسلط عليه مصيبة من المصائب قد تكون هذه المصيبة اما مرض خطير جدا انا اذكر ونحن طالبا في الجامعة حضرنا في احدى الندوات في الرباط وكان الاستاذ جاء من الشرق ودرس في الغرب درس في باريس وفي المانيا وفي روسيا وكان ملحد متقف عربي وكان يعطي الادلة والبراهين على ان الدين خرافة وان الالحاد هو الحقيقة الجوهرية وطلب الحاضرون ان يردوا عليه قال لهم لا تلغد تلغد الوقت لم يبقى العرض كان طويل غد ورد عنية في ذاك الليلة نازل في الفندق ونحن المغاربة معروفين بكارم الضيافة فكان المنظمين نروح الاكلة مغربية رائعة خروف مشوي وطعام لذيذ هذا الشخص القطعام المغربي بقى كي يأكل وكي يأكل فلما أكل وقع له إصراف الطعام ومن تم الشعر بمغاصل في المعيدة دالي واحد لألم فضيع في المعيدة بدك يتقطع لما دخل الغرفة دياله ولي كي يندي الله 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 فقال يكت قل الله غير موجود وتنتقد الأديان قال الله دغا الكلمة نشأت عليها منذ طفولتي قل قلوها في المجتمع ديالنا كتخرج من ثمي من غير إرادة قال لي لا بل قل أنطق نالله الذي أنطق كل شيء وبقاك يتألم حتى أنه جاء له بالدواء وكي يستعمل الدواء وكي يبقى الألم حتى يقول الله عد كيرتاح في الصباح في الصباح الباكر من لي استأنف النشاط الفكري والعلم في المحاضرة جقا لهم لا تردوا علي فأنا ربكم أعطاني درسا قاسيا ليلة الأمس وعرفني بنفسه عرفني بمرض شديد أصابني بمرض شديد عرفني بنفسه وجدد إيمانه دماذا إنسان أصبه الله بمصيبة صفت جوهر فطرته وهذا كثير أذكر كان لصديق يشتغل في البحر وهو أيضا كان يتنزه يمشي في البحر مرة في إسبانيا مرة في أمريكا الجنوبية وكان يحب الحياة يحب السجائر البرازيلية ويحب الجمال والنساء وووو وكنت لما أكلمه عن الدك قل لي خلاص كلامكم فارغ الحياة فيها لذة فيها متعة وكذا لا يعطي أي اهتمام للدين بعد مدة التقيت به في إحدى الأسواق وجدته رجل متدين والله لما رأيته استحيت منه قبلت يده الصورة دياله تغيرت الضينار في جبهته لحية جميلة واتته وعليه واحد السمت أو هذا وفلا لكن عارفه من قبل كان قوي وكان عنيف وكان يحب الشهوات والملدات ما الذي وقع لك قال لي كذا كنت في البحر كالعادة واحد اليوم جاء الموج الشديد وبدال السفيدة كنت لعب وشحمل واحد سقط من السفيدة غرق ونبقى تمسك بالسفيدة وليتك نقول يا الله يا ربي لنجيتين من هذه لأكونن من الصالحين شدة من الشدائد العظيمة هو فعلا ربي سبحانه وتعالى أنجه اللي معاه واحد المجموع عرهم شاه وغرقه هو أنجه الله تعالى من اللي يرجع بغي يقرأ القرآن الكريم يقرأ في شباركا وهو وهو يرتجف من اللي افتح الصورة افتحها على صورة يونس في قوله تعالى حتى إذا كنتم في الفلك وجارين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لإذا جيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فتح المصحف عيني جت هذه الصورة في هذا المقطع للآية فقال وكأن ربي عز وجل بعث لي برسالة من أعلى السماء قال لي هذه هي حقيقة أمرك ومن ثم صار مستقيما ما الذي وقع له عاد إلى الفطرة السليمة عاد إلى الفطرة السليمة فالمصائم والويلات والشدائد التي تنزل بنا نتساءل لماذا ربنا يصيبنا من الويلات لكي يعيدنا إلى الفطرة السليمة وأذكر مرة كنا مسافرين خارج أرض الوطن وراكبنا في طائرة وكان معي واحد شخص فيلسوف زمانه يعني كثير الكلام وكثير النقد وكثير سخرية كنت معه في حوار وكان معنا واحد الرجل في المركبة من رجال تبليغ حاول أن يدعوه إلى الله قاله انتما جبتوا الأفكار ضالة وانتما دتوا أفكار كلها مغلوطة وخليتوا النسك يعيشوا في الأوهام وكتخبرهم بأنه دك جد في السماء وكتخبرهم بأن إله انتما دتوا أفكار كلها وقالي بالنقد أنا حاولت أن أقنعه بالأدلة والبراهين لكن لا يريد أن يقتنع ولما كنت في الطائرة جاءت المضيفة مدى تشربون أنا قلت لها كأس ماء أو كأس شاي صديقي الأخر جاء لك كأس قهوة هو قل لها مشروب روحي يعني يعني خمر شرب الخمر وبدأ يضحك ونحن نسينا بالطائرة وسط الوحد الأجواء الطائرة بدأت تتأرجح في الفضاء بدأت تهتز وتميل والطيار لم يعد يملك من أمره شيئا وهنا بدأت الحالة سبحان الله داك الرجل من أهل التبليغ كنت تشوفه لابس واحد القميص ودير واحد العمامة فرحان يقول لا إلغة إلا الله لا إلغة إلا الله ودك رد علي من الجان أخرى محمد رسول الله محمد رسول الله الشي الليخرج الليخرج من الفم هو كي يقول لا إلغة إلا الله ودك تخرج من محمد رسول الله كنكمل لي الشهادة وسيد لي وغسط منا ده كفيلسوف زمانه بدأ كي يبكي وكي يقول واحد لكلامك يقول لا أستطيع أن أقوله لكم كلامك يبين على أنه في خطر وأنه في سبحانك يا جنيد بقيدك كلمة لا إنها إلى الله حتى تجاوزنا المرحلة الخطيرة وبدأت الطائرة لم تعد تترجح في الفضاء لم تعد تهتز وتميل ثم استقرت ومن ثم أخونا هذا الذي كذفل زمانه اختفى عنه الإلحاد وبدأ نسانه يضج بالدعاء وبدأ يقول لا إله إلا الله سبحانك يا جنيل قلت له كده حمد الله ونشكره على هد التجربة عشنا فيها تقريبين وحد سمع تاشر دقيقة كده حسمها سمع تاشر دقيقة اللي كان الطائرة غطيح وعشنا هد الأمر هذا والله ما كانت شعر بالخوف كانت شعر قال الله غنبشي عند الرحمن وهو عندنا راضي يا ربي اختم لنا بكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله هو مسكيك يقول كلام آخر فربنا سبحانه وتعالى كي جعلنا السبب لهذا كنتمغي نقول لأحباب الكرام جميعا أي واحد كيشعر بأنه عنده مصائب في حياته أو شدائب اسأل نفسك ماذا يريد الله تعالى منك من خلال تسلطه لك لهذا هذا الشدائب إنه يريد منك أن تطهر فطرتك السليمة التي أصابت غشاوة الإنسان لا يشعر بحاجة وفقر إلى خالقه إلا إذا شعر بوجوده وصدق ربنا حينما قال وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعونا إلى ضر المسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون بغير القول أيها الأحباب الكرام احنا جميعا محظوظون بغير القول هو أن الحياة إلا كتمر مرة كتعطينا لكبات أو طعانات أزمة مالية أزمة صحية ظروف غير موتية احنا الحمد لله عندنا واحد نعمة عظيمة كنا تزو بها وهي رأس المال رأس المال دي أن كله هي لا عندك هي رأس ما تخبرتها حاجة وهي أننا على دين الإسلام دين الفطرة السليمة فنحن جميعا مفطورون على هذه الفطرة فطرة العقيدة الصحيحة فطرة التوحيد ومحبة الخير وإثاره وقاموله وكراهية الشر ودفعه ورفضه حتى هكذا ربنا خلقنا ولكن أحيانا قد ربنا سبحانه وتعالى يسلط علينا بعض الشدائد فقط ليعرفنا بنفسه هذه الفطرة التي فطر الله تعالى عليها عباده هي فطرنا كذلك على بعض الجبليات مش يبقى الحياة الحياة تبقى مستقرة ومستمرة أعطانا نعمة نعمة الزواج حتى يبقى الفطرة ليش حتى لا ينقرض الجنس المشاري أعطانا حب البقاء مش يبقى دائما متمسكين بالحياة أعطانا الخوف من العدو بس نستعدون لمواجهته فربنا أعطانا الفطرة ولم يتركها بلا ضابط أو توجيه بل وضع لها ضوابط حتى لا تنحرف إلى الطرق الحيوانية والغرائزية والشهوانية بعض الناس ربما يضعون قوانين في حقوق الإنسان في الحرية الفردية ينطلقون من أفكار معينة ويتغيم عنهم المرجعية الدينية العليا وهي أن الإنسان خلق على الفطرة السليمة بعيدا عن الطرق الحيوانية والغرائز والشهوانية فربنا إذا كان قد وضع لنا بيولا إلى الجنس فقد أضطره بالزواج وإذا كان وضع لنا بيول لكسب المال وحب المال فقد أضطره بالكسب الحلال وأمرنا بأن نخلق من الصدقة والزكاة إذا أعطانا حب النفس والولد والأهل والموطن هذه كلها من الفطرة السليمة حتى نحافظ على جماعتنا وعلى مجتمعنا هكذا هي الحياة ربنا أعطانا حب الحياة لكي نرغب في التمسك بها ولكن أعطانا كذلك أشياء أخرى كل تدخل في إطار ما يسمى بالفطرة السليمة هذه الفطرة هي عند المؤمنين والمؤمنات من كل الجنسيات العرب لا يشكلون سوى تقريبا في العالم الإسلامي حوالي 23% والبقية ليسوا بعرب نسلهم مسلمين وعندهم إيمان قوي بوليزيا باكستان الهند إيران الدول كثيرة والدول الأمازيغية كثر من 77% هما غير عرب وعندهم إيمان قوي وعندهم فطرة سليمة لهذا نقول أيها الأحباب الكرام نركز أننا نحن جميعا علينا أن نكتبنا الحمد والشكر لله لأن راس المال الحقيقي في الدنيا كلها اللي هو الدين را ربي أعطى لنا شي ماركا منه وعطينا كذلك الوسط العائلي والمجتمع دينا را مؤمن رغم بعض الهندات ولكن را مؤمن دعمة وبركة احذروا أيها الأحباب الكرام من عدوين من شيطانك ومن قارينك را عندك شيطان وعند قارين احذر منه لأنه دائمك لا يهدأ له بال را اخدم عليك را اغدى اغدى وضع لك واحد البياج اغدى وضع لك واحد المطب اغدى وضع لك واحد الشدة بماذا تستعيد استعيد بالله قل اعود برب الفلق من شر ما خلق وقل اعود برب الناس من شر روسوس الخناس واعلم بأن كل مصيبة أصابتك أو شدة راغي الرسالة لعند الرحمن غايتها أن تفقها حقيقة نفسك وحقيقة الوجود لكي تصير فطرتك أكثر دقاوة وأكثر صفاء وهذه كلها ستبقى دائما مستمرة إذا كان الإنسان يدادي ويقول يا الله يا الله يا الله فالله بحبب إلينا الإيمان وزيده في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعسيان واجعلنا من عبادك الراشدين السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله